يعتبر الاحتفال بليلة القرقعون من اهم الاحتفالات الرمضانية الشعبية في مملكة المحرين ودول الخليج العربي عوما وهي اهم المناسبات عند الاطفال في الشهر الفضيل وما زاد من الاهتمام بالقرقعون ما ادخل على هذه الليلة منطقس حديثة القرقعون هو مناسبة شعبية ينتظرها الكبير قبل الصغير حتى اصبح البعض يشبه القرقعون بيوم العيد من حيث الاهتمام والاستعداد ففي كل عام يحيى هذا الموروث الشعبي بملابس تراثية الا ان هذه الملابس طالتها يد الابداع واصبحت متواكبة مع الموضة لدخول مصاممات الازياء في مجال تصميم ملابس القرقعون ووضعهن لمساتهن الخاصة عليها احنا بدنا من قبل تقريبا ستة شهور نشوف شنو الموضة شنو الشي اللي نازل هالسنة شنو انواع القطع اليديدة شنو الموديلات القصات اليديدة طبعا انا تميز يمكن انا اكون من اوائل البحرينيات اذا ما كنت الاولى اللي بديت اسوي الام مع البنت يعني اتقم الام نفس البنت تلبس انا اخذ الاقمشة الشعبية اللي لها علاقة برمضان مثلا اتشوفين اتبون هاي قماش شعبي وادخل على اني اسوي فستان مودرن المحال التي تقوم على عمل التوزيعات والهدايا تحظى باقبال رائج ايضا حيث تقوم هذه المحال بتجهيز قرقعون خاص للاطفال والمواليد لتوزيعه ويتم تنسيقه وتغليفه بناء على طلب الزبون توزيعات القرقعون هي ظاهرة حديثة يعني في الغديم ما كون في توزيعات او مجسمات حق توزيعات القرقعون فطبعا احنا حولنا هاي الشيء من حديث الى اشيء شعبية تراثية لان دخلنا فيها الفنار ودخلنا فيها الفخار ودخلنا فيها الاسلول وطبعا هاي التوزيعات تضمن محتوىها ان احنا قادم نقدر نحاول ان تكون تراثية شعبية مثل ما كون في السابق في هذه المناسبة تشتهد النساء على اظهار اطفالهن بابهى حلة وبعضهن يضعن ميزانية خاصة للملابس والاكسسورات ايضا لا سيما كيس القرقعون مثلا الذي غالبا ما يكون مطابقا مع الملابس من ملابس القرقعون الى توزيعات القرقعون جميعها طقوس حديثة بقالب تراثي شعبي يتطلب نوعا من التكلف لترضى الامهات بتألق اطفالهن ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر